مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من صحافة حول العالم نبدأ أولى محطاتها من صحيفة العرب السعودية والإمارات تنفيان توجيه أوبيكي بلس لزيادة إنتاج النفط نفت كلا من السعودية والإمارات مساء الاثنين صحة التقارير التي أفادت بشأن تحالف أوبيكي بلس أنه يبحث في زيادة الإنتاج خلال اجتماعه المقبل مشددتان على أن التخفيضة الذي تقرر الشهر الماضي حتى نهاية عام 2023 وكانت صحيفة وولستريت جورنال قد أوردت في وقت سابق أن السعودية التي تقود مع روسيا تحالف أوبيكي بلس وأعضاء آخرين يبحثون في زيادة للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية أوردت مساء الاثنين أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نفى بشكل قاطع التقارير الأخيرة نقلت الوكالة السعودية عن الوزير السعودي قوله إنه من المعروف ولا يخفى على أحد أن أوبيكي بلس لا تناقش أي قرار قبل اجتماعها أضاف الخفض الحالي ومقداره مليون برميل يوميا سيستمر حتى نهاية عام 2023 وإذا دعت الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب فنحن دائما على استعداد للتدخل اشتركوا في القناة